هنحتاج مع بعض أي كمية كيك إحنا عايزينها يعني دي كيكية صغيرة اللي هي بتبقى الإنجليش كيك مثلا هنحتاج لها حوالي 5 معلق كبار من الشوكولاتة القبلة للدهن كباية من المكسرات المجروشة أو عين جمال مجروش بس كده هي دي المقادير اللي معانا أدي كيك مفتتينها بالشكل ده التغليف بتاعنا هيبقى عبارة عن كيك عن شوكولاتة خيم تمام مسيحينها على حمام بخار أهو وهتفضل تحت حمام البخار أو فوق حمام البخار علشان يفضل الشوكولاتة دافية وسايحة أنا الوقت جري فإيه هبتدي إيه أطلخبط تمام إيه دي الشوكولاتة؟ دي شوكولاتة قبلة للدهن دي مش شوكولاتة خيم خالص اللي في الحشوة جوه دي شوكولاتة اللي هي القبلة للدهن ودي عملناها مع بعض على فكرة قبل كده بطريقة سهلة جدا وهبدأ أن أنا أخلطها مع شوية من المكسرات المجروشة أنا أخد ده تمام كده كده رفعنا القيمة الغذائية بتاعتها ودينا لها كمان طعم حلو جدا مش هتفرق بقى الكيكة كانت معي طلعة طعمها مش حلو أو هبطت مني أو مش مزبوطة هتتلاشى خالص في الكيك بوبس وهتدينا نتيجة حلوة قوي أهو طب أعرف منين أن المقدار كده مزبوط والدنيا تمام لما تمسكي العجينة بعد كده بعد ما ضفتي عليها المكونات وتقدر يتشكليها كده تبقى تمام حسين فرولة قوي ومحتاجة تحط لها تاني شوكولاتة من القابلة للدهن زود لها تاني مفيش مشكلة خالص لغاية ما تحصولي على القوام ده بصوا بصوا كده اللي هو أقدر أن أنا أشكل بيه بالشكل ده وأعمل كور كده في حاجة جامعة أن أنا لازم بعد ما أشكل الكور دي تتحط في التلاجة عشان تتماسك تحط في الفريزر شوية تمسك في بعضها وبعدين نبدأ ننزلها في الشوكولاتة عشان نقدر نتحكم فيها تمام وبننزلها في الشوكولاتة الصيحة كده الراحة خالص ونرفعها وعلى طبق وهنحطها ولما نخلص خالص هنحطها في التلاجة أو في الفريزر تجمت وهذا كمان زي ما قولنا أهم حاجة أن قوام الكيك بوبس نفسه يبقى قوام تقدري أنك أنت تشكليه يبقى عامل زي العجينة كده وأهم حاجة لشوكولاتة عندنا سايحة حطين تحتيها حمام مية مية سخنة تمام بالشكل ده لغاية ما نخلص كل الكمية طبعا دي عملناها وحطناها أهو في التلاجة فبقت بالشكل ده متماسكة خالص هيلة جدا الحاجات دي بقى هنعملها قبل العيد ميلاد بيوم علشان يبقى الموضوع سهل بالنسبة لنا نكون مخلصين كل الحاجات الحلوة وجهزة معانا وكمان تشرب من نعم آه أمان زي ما قولنا الحاجات تشرب من بعضها وتاخد من طعم الشوكولاتات اللي احنا حطينها والكريمات اللي احنا حطينها فهتفضل لتاني يوم دي أفضل تاني يوم أو يوم العيد ميلاد نعمل فيه المعجنات عشان تبقى سخنة وطازة ولذيذة ما تبقاش بيتة